السلام عليكم. معكم ريدا مع قناة قرى فانس. ستمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. والله يجعلنا ديما فرحانين وناشطين. هذه مجرد بداية وما زال ما زال. نشكركم بزاف على الدعم ديالكم. وما زال عوال عليكم ان شاء الله بغينا نوصلوا الى 100.000 مشترك في اقرب وقت ممكن. لما تشاركش في القناة ديالنا هذا هو القصة باش تشترك. فعل جرس تنبيات بيج دائم لنصلك جديد اول باول. طبعا الى كنكشفكم محتوى اللي كنقدموه وديما مغرب. والد الرقراجي في شهرين دار دكشي لمداروش واحد خليلوزيج في تلت سنين. تلت سنين ونحن معدبين مع واحد خليلوزيج. واحد خليلوزيج حرمنا من المزراوي حرمنا من زياج حرمنا من عبد الرزاق حمد الله حرمنا من الصابيري وحرمنا من المتعة ديالكورة القدم. والد الرقراجي في شهرين دار شي حاجة في اللاعبين ما كانش من قبل. احنا كجمهور يعني الجماعير دي ما كانت كانت تشكع. ليش اللاعبين ديال المنتخب مع الفراقي ديالهم كيقدموا اداء كبير. ولما كيجيوا يلعبوا مع المنتخب ما كانشوفوش دخل قيتانية. اليوم لاعبين ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم شفت فيهم بعين الرحمة. لاعبين من الحارس وانت طالع كل شي كيتقاتل. كل شي كيتمرمد في الارض. العزيمة بالقرينة بالقيتالية بأي حاجة بغيتي اليوم تمكنوا من تحقيق الانتصار كبير على المنتخب البلجيكي. حاكم زياش حاكم زياش عمري في حياتي عمري في حياتي ما شفت حاكم زياش كيلعب هاد الروح القيتانية بحال اللي شفناه في مقابلة اليوم. واحتف المقابلة اللي داست. حاكم زياش معروف عليه على انه ما تديرش الأدوار الدفاعية. اليوم منذ الدقيقة الاولى تتلقاه في الدفاع. ما شاء الله تتلقاه في الوسط. تتلقاه في الهجوم. وخير دليل على ما اقول. الهدف الثالث تسجل في الدقيقة واحدة وتسعين. حاكم زياش فوس ثلاثة ديالة مدافعين تخاتل وتمرمد وعطى كرة فوق طابق من دهب للعب بخلال لسجل كرة في سقف المرمى. وهذا الأمر يدل على الشيء. يدل على انه حاكم زياش رعنده لياقة البدنية. هل حان واحدة كانت تشكك في امكانية زياش تقول بزياش يلعب ستين دقيقة من بعد تتخرجه. لا. زياش بين اليوم على انه يمكن له يلعب تسعين دقيقة. وبين على انه مضلوم في تشيلسي. وربا ضارة نافعة. ربا ضارة نافعة. هل حان من واحد يضع على قلبه لما شاف الاصابة ديالبونو اللي انتمنى له ان شاء الله الشيفاء العاجل. ولكن دخل حارس المحمدي. محمدي اليوم كان حارس خرافي بجميع المقاييس. حارس خرافي في مدربتها غي يجبدها. في مدربتها غي يجبدها. تقريبا تلاتة ديالفرص حقيقية للتسجيل كلهم جبدهم. احنا كجمهور مغربي دائما كانت انتقاف المحمدي. وعندنا من طبع اني على حراسة المرمى. عارفيني لما كنشبونه. عندنا المحمدي يحتوى كي تعتبر من الحراس الكبار. الرقراجي صراحة يستحق الإيجادة وانتقدير. لقد سوف نصفق عليه من هنا لغدة. ما فرحناش من الفين وربعة مع المنتخب الاول. من الفين وربعة ما فرحناش مع المنتخب الاول. الفين وربعة وصلنا النهائي كأس الفراقية للأسف خسرنا ضد المنتخب تونسي. واليوم فرحنا. لان اول مرة نشوفه الاداء والنتيجة. الاداء والنتيجة. قبل اللقاء. طرحت واحد السؤال. قلت لجي واحد من جمهور صونني. قال لي ريدا واش بغيتي النتيجة. اولي الاداء ضد بلجيكا. قلت له انا ما كرهتش. انا ما كرهتش. انا ما كرهتش. تلقاوهم بجوج. ولكن. اذا قلت لي اختار حاجة واحدة. سنختار النتيجة. اليوم الاداء كان حاضر. وحتى النتيجة كان تحضر. لصراحة اليوم اللاعبين يستحقوا الإشادة والتقدير على المستوى الكبير اللي قدموننا. ويعود على الفضل الكبير للمدرب الرقراجي. للتغييرات دياله تدرسوا الطريقة التي عدر بها اللقاء. طريقة المدربين الكبير. الشوط الاول المنتخب البلجيكي كانت عنده قورة. كانت عنده فرص الاخطر. برعا ما لاننا سجلنا هدف وما تحسبناه. ولكن الرقراجي في الشوط الثاني قال لهم غا نعلمكم كورة. طاقسيك اللي لعب به اليوم الرقراجي يدرس. اليوم لما خرج حاكيمي ودخل عطية الله. ما حال من الوحدة في باله؟ المدرب شنو بغا يدير. مدرب داك الساعة تنظر على النار. عطية الله لما دخل انفعنا في الشق الهجومي. وعطية الله اسم على مسمى. عطية من الله. عطية الله شرف احسن تشريف اللاعبين دي البطولة. وتبت على ان اللاعب دي البطولة حتى هو يمكن يكون عنده ضوء مع المنتخب الاول. ما شاء الله على عطية الله. دفاعيا حاضر. لما يدير سبرينت صعيب على ان تلحقه. وكيدخل شفنا من الجهة اليسرى واحد طريقة دكية جدا كي يكفر على الكورة دياله. بغي صيد خطأ اللاعب من يجمع مراه وطيحه. ومن ذلك الكورة جاء الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. عن طريق تسديد خرافية من اللاعب الصابري. لاعب الصابري اكتشاف اكتشفنا في اللقاءات الوديه ضد الشيلي وبباراقواي. واليوم تبت على انه لاعب من طينة الكبار الطريقة اللي تسددت بها الكورة. صعيبة بزاف. لا يوجد شي واحد في المرمسان عند كورتوى. كورتوى من الصعب على انك تسجل عليه. صابري اركل الكورة بوحد طريقة خرافية. ودك الهدف اعطانا واحد الطيقة. الشي اللي عجبني في اللاعبين ديال منتخب. ما ركنوش للدفع. ما قالوش لهذا الهدف يطيحوا ويضيعوا الوقت. امنين براسهم. متاعقين براسهم. وقلبنا على الهدف الثاني. وسجناه عن طريق اللاعب بخلال. اللي حتى هو. ندخل في الشوط الثاني. عجبني ايضا اللاعب عبد الرزاق حمد الله لما دخل. تقريبا لعب عشرين دقيقة. ولا خمسة وعشرين دقيقة. ندخل في طقيقة ستين. يعني تقريبا لعب وحد خمسة وعشرين تل تلاتين دقيقة. قدم فيها اداء محترم. عبد الرزاق حمد الله جوه جودة للفرص. كان قريب من تسجيل هدف. لو لا تصديق كورتوا. وهو اللي بدأ الكورة. اللي جمناه الهدف الثاني. بالراس والي حتى بالراس. الزياش وزياش أعطاها البخلال. الحمد الله في ثلاثين دقيقة. قدم مستوى أكثر من رائع. وراء الجمهور المغربية تفهم في الكورة. الجمهور المغربية تفهم في الكورة. لما نادر. عبد الرزاق حمد الله. لا يعرفين علاش. وتنظن على ان لما شفنا المستوى ذي العبد الرزاق حمد الله. ما ندمناش علاش تستدعينها. واحسن قرار داته الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم. في التاريخ دياله. هو إقالة واحد خالي المزيجي. اليوم فرحنا. فرحنا معنا العرب وفرحنا معنا الأفارقة. ولكن ابتداء من غداء ان شاء الله خصنا بدأوا العمل. كينتظرنا لقاء ثالث ضد المنتخب الكناضي. منتخب المغربي الآن يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن كرواتيا. كرواتيا وبلجيكا ستطحنوا بناتهم الماتش الثالث. سوقهم أدق. نحن خصنا نلعبوا ضد كندا. من أجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار. لكي نأخذوا صدارة المجموعة. لكي نكملوا الإنجاز اللي حققنا في الدور الأول. خصنا ندوزوا من هذه المجموعة في المركز الأول. المجموعة يكون فيها صاحب المركز الثاني في تصنيف الفيفا. ووصيف بطل العالم. والدوز في المركز الأول. سوف يكون إن شاء الله نجاح كبير. ومن بعد إن شاء الله عاد نفكره في الدور الثاني. سواء كلنا سوف نلعبوا. سواء تنظر إما مع إسبانيا ومع ألمانيا ومع اليابان. اليوم ألمانيا تعدد إسبانيا. عندها نقطة واحدة. ستلعب اللقاء تالي قسطريكا. ستربح. إسبانيا واليابان. ستكون اللقاء قوي. بالرغم على أن اليابان خسرت اليوم ضد كوستاريكا بهدف السفر. ولكن أنا لا أستبعت على أن اليابان في اللقاء الثالث يمكن تربح إسبانيا وحتى يتقال. سواء كنا نلعبوا ضد اليابان ولا إسبانيا ولا ألمانيا. من بعد. لكل حادثين حادثة. الآن نفكره في اللقاء الثالث ضد المنتخب الكناضي. والمنتخب الكناضي جاء الكعس العالم أول سيئدار واحد الحاجة. أول مرة يسجلوا أول هدف عندهم في تاريخهم في كعس العالم. مرة اللقاء الثالث سيكون لعبوا ضدنا بدون ضغوطات. سيكونوا يحققوا أول انتصار في المونديل. سنلعبوا معهم بطريقة دكية خصوصا على أن كندا ستلعب بدون ضغوط. المنتخب الوطني مغربي يكفينا التعادل. ولكن لا سنلعبوا على التعادل. أنا متأكد على أن والد الريقراكي سيتعامل بطريقة دكية جدا. سيجد اللقاء بحسن تشكيله. وإن شاء الله اليوم الخميس المقبل نكونوا واجدين ونكونوا حاضرين باش نحققوا الانتصار الثاني على التوالي. ما تنظمش على أننا من قبل سبقنا وحققنا جديد انتصارات توالية سحولي المعلومة لك أنتخذ التعليقات. إن شاء الله الانتصار مهم باش ندوزه في صدارة المجموعة ومن بعد نجريو كل اللقاء بالليقاء. مبروك علينا كامني. الفرحة الشعب المغربي يستهل. ما فرحنا؟ فرحنا معنا أفارقة والعرب ويعني تقريبا كل شي فرح. كل شي فرح. كل شي فرح. الحمد لله المنتخب الوطني المغربي دائما تبقى الاستثناء في كعس العالم. المنتخب الوطني المغربي دائما تشرف في كعس العالم. نتمنى على أننا نكملوا في نفس المستوى. نتمنى على أن اللعبين ينساوا هذا الانتصار ويستعدوا لما هو قادم. وأنا متأكد أن هذه المسآلة مبقى لما نقول. نعجب عليكم الحلقة. كان عاول جزاف على الدعم دائكم. كان معكم أريد من قناة خرافينس. السلام عليكم.